بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موضوع حلقة اليوم أخطاء لغوية في ضبط ألفاظ السنة النبوية أيها الأعزاء لقد أجمع العرب قديما وحديثا على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأفصح من نطق بالضام وأنه أوتي جوامع الكلم وأن كلامه هو أبلغ كلام بعد القرآن الكريم كلام الله تعالى المعجز وكانت سنته تمثل ميزانا حساسا ودقيقا للفصيح من القول ونعجب أعزائنا أن يتطرق اللحن والخطأ إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ألسنتنا وأقلامنا لأنه إذا دخل الخطأ في ضبط الكلمة اختل الميزان وفسد المعنى فإذا غيرت مثلا حركة الإعراب من ضمة إلى كسرة أو إذا أضفت شدة أو كسرت حرفا مفتوحا أو ضممت حرفا مكسورا كل ذلك أدى إلى تغير المعنى وربما أحيل الكلام إلى غير معنى أو إلى غير المراد منه فالحرص إذن على أداء ألفاظ السنة النبوية على الوجه الصحيح الذي انتهت به أو إليه واجب شرعي وعلمي ولا يقبل التهون بهذا بأي حال للأسباب التي أشرت إليها ومن أمثلة ما يلحن به بعض الناس كتابة ونطغا من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك وفي رواية اللهم هذه قسمتي فيما أملك وهذا من صور العد بين نسائه صلى الله عليه وآله وسلم فقد كان عليه الصلاة والسلام يسوي بين نسائه فيعدل بينهن في الكسوة والنفقة والمبيت وكان لا يفضل إحداهن على أخرى أيها الإخوة أيها الأخوات لقد استمعت إلى البعض وهو يقرأ هذا الحديث وعند كلمة قسمي يقرأها قسامي وهذا خطأ يفسد المعنى والصواب اللهم هذا قسمي فيما أملك والقسم غير القسم نعم القسم شيء والقسم هو شيء آخر القسم هو العدل والتسوية كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم بين نسائه أي كان يسوي ويعدل أما القسم فهو الحلف أقسم يمينا حلف يمينا وليس هذا هو المراد من حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذن رأيت أخي الكريم أختي الكريمة الفرق ما بين القسم والقسم في المعنى لذلك لا تقل اللهم هذا قسمي فيما أملك ولكن قل اللهم هذا قسمي فيما أملك أيضا من هذه الأخطاء والأوهام التي يقع فيها بعض الناس في قراءة الأحاديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم لابن عمه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال له فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم هذا الحديث أيها الأعزاء وفي بيان أهمية الدعوة إلى الله تعالى وفي عظم أجر من يهدي الله تعالى به واحدا يا أيها الأخوة يا أيها الأخوات لقد وجدته بعض الناس يطبطون كلمة النعم بالنعم ومعنى النعم هو غير معنى كلمة النعم المعنى مختلف تماما النعم بفتح النون هو جمع لا واحد له وهو يطلق على الإبل والبقر والغنم الأنعام ومعنى حمر النعم كرائمها وخيارها أما النعم بكسر النون فهو جمع نعمة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إذن أرأيت أخي الكريم أختي الكريمة الفرق في المعنى ما بين الكلمتين لذلك لا تقل خير لك من حمر النعم لا تقل الكلمة بالكسر بل قل خير لك من حمر النعم بالفتح فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم لذلك أيها الإخوة أيها الأخوات المطلوب مننا دائما الحرص على أداء ألفاظ السنة النبوية على الوجه الصحيح حتى لا نقع في الزلل والخطأ فيتغير المعنى ثم يختل الميزان لنخرج الحديث بعد ذلك عن معناه وعن مقصوده الذي أراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى لقاء الغد بإذن الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته